نروح مع حضراتكم الحقيقة لكاس سوبر افريقيا لكورت اليد الاتحاد المصري اخطر بشكل رسمي بقى اتحاد الافريقي هو الاتحاد الافريقي كان طلب اتحاد المصري ان هو يحدد المعاد والمكان وتم الاستقرار وتحديد معاد يوم عشرة سبتمبر عشان يجمع بين الاهلي والزمالك في سوبر افريقيا الصالة اللي هتصطدي في المباراة دي هتكون ان شاء الله صالة دكتور حسن مصطفى في 6 اكتوبر وفي محاولات المتحاد المصري ان هو يعني بيتواصل مع الجهات الامنية عشان يخدم وفقة ان المباراة دي تقام بحضور جماهير اما في حالة عدم وفقة الجهات الامنية فيقتصر الحضور عدد الحضور على 40 شخص لكل فريق منهم طبعا عضاء مجلس الادارة وبعض المدعوين كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي في مباراة مهمة جدا تحقق سوبر افريقيا ان شاء الله للنادي الاهلي